اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة التايمز افتتاحية بعنوان وقف اطلاق النار حيث ذكرت الصحيفة بانه يجب على جميع الاطراف المعنية بالهدنة ان ينصب تركيزها على هدفين ملحين هما تخفيف معاناة السوريين والدفع بقوة وسرعة لترضي تنظيم الدولة من الرقة واشرت الى ان المقاتلات السورية حلقت على ارتفاعات منخفضة امس فوق اكثر مدن البلاد التي تعرضت للقصف ووزعت منشورات تطلب من المواطنين مغادرتها فورا وان لا فستتموا ابادتهم ووصفت التايمز ذلك بانه لا يمت للسلام بصلة وشككت في احتمال سمود وقف اطلاق النار خاصة ان قصفا عنيفا من المقاتلات الروسية ومن وحية النظام قد سبق بدء الهدنة قائلة ان الهدنة تتطلب الثقة ووصفت الصحيفة الاتفاق الروسي الامريكي لوقف الاعمال العدائية بانه ضعيف وهش اصلا وحتى اسمه قصد منه جعل الاتفاق غير منزم كما ان اكبر ثغرات فيه هي السماح للقوات الروسية بقصف المعارضة المعتدلة بمبرر ضرب الارهابيين واضفت ان كل ما يتعلق بهذه الهدنة يشير الى ان روسيا ونظام دمشق وايران تحاول كسب الوقت لتعزيز النظام السوري ودعت موسكو الى وقف الاعيب القوى هذه كما دعت الغرب لتشديد الضغط على الاقتصاد الروسي وزيادة تكاليف جهود الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في احتفاظه بمؤسسة عسكرية ضخمة قائلة ان الضغط سيجبره على التراجع من حربه الوهبية وتسوية خلافاته مع الغرب ودول المنطقة موسيقى ونقرأ في صحيفة الڭارديان تقريرا لباتريك وينتور بي عنوان وقف اطلاق النار في سوريا وتوقع فيه الكاتب بحصول انتهاكات اشارت فيها الصحيفة الى بدء الهدنة منذ منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي ووصفتها بالهشاشة كما اوردت ان واشنطن تتوقع انتهاكات ونقلت عن السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سمن ثبور هجومها على روسيا لمواصلتها القصف المكثف لساعات قبل بدء الهدنة وتحذيرها من انه اذا انهارت هذه الهدنة فسيفقد المجتمع الدولي اكثر الفرص الملموسة لرفع معاناة شعب السوري ووصفت الصحيفة هذه الهدنة بانها اكثر الجهود الدبلوماسية الدولية المتعددة الجوانب تنسيقا منذ بدء الصراع السوري من اجل وقف نزيف الدم وتخفيف المعاناة وانها تستهدف بدء محادثات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في السابع من الشهر المقبل في جينيف ونقرأ في صحيفة الحياة اللندنية موضوعا بعنوان ادونيس الاسد انتهى اخلاقيا وعليه الرحيل ونوهت الصحيفة في تقريرها الى ان موقف ادونيس هذا لم يعبر عنه في حواره الذي اجره مع تلفزيون دوتشيفليلي الالماني بعد تسلمه جائزة ريمارك لسلام في المانيا بل قاله فقط لمحاوره مع مجلة ديرشبيجل الالمانية التي حورته قبل تسلمه الجائزة بايام كما جاء في التقرير وتذكر الصحيفة السالفة ان محاور ادونيس في ديرشبيجل احرجه بسؤال يتعلق بالرسالة التي سبق وارسلها ادونيس لبشار الاسد مخاطبا اياه بالرئيس المنتخب وانه في تلك المخاطبة منحه الشرعية التي لا يملكها كما قال المحاور له فتنقل الصحيفة ان الشاعر تلعثم وعجز عن تبرير موضوع الرسالة التي ارسلها الى الاسد بعد اشهر من اندلاع الثروات السورية ضده وتنقل الصحيفة ان ادونيس سئل عن التدخل الروسي في سوريا والمبادرات التي تتحدث عن حل مرحلي لتشكيل سلطة جديدة في سوريا فيقول ادونيس بامكان الاسد البقاء في الحكم ربما لفترة من الوقت لكنه لم يعد قادرا على الاستمرار وعليه الرحيل لقد انتهى اخلاقيا لكن السؤال يبقى من سيأتي بعده على ما جاء في الصحيفة التي اكدت ان موقفه هذا لم يكرره في حواره مع دوتشيفلي الالماني وكانت اللجنة المنظمة لجائزة ريمارك للسلام قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب منحها وتسليمها الجائزة لادونيس بسبب مواقفه المساندة لنظام الاسد والمعادية للثورة السورية والجديد بالذكر ان الكاتب الالماني الايراني نفيد كرماني قد انتقد تسليم الجائزة لادونيس لانه يتهرب من انتقاد النظام الوحشي في دمشق ورفضت ايضا الايطالية جوسبيتا نيكوليني استلام جائزتها الى جانب ادونيس نظرا لمواقفه المعادية لتطلعات الشعب السوري والثورة السورية على نظام الاسد ونقرأ في صحيفة العرب الجديد مقال ميشيل كيلو بعنوان وين كنا وين صرنا ويشير فيه الكاتب الى قول اسماء الاخرس زوجة بشار الاسد في حفل نظمته لعدد من اطفال سوريا القت فيهم خطابا موضوعه صدقوا او لا تصدقوا الانجازات التي تحققت لاطفال سوريا في السنوات الخمس الماضية وحتى لا يبقى اي مجال لسوء الفهم فقد ارفقت قولها بابتسامة عريضة وكلمات عن جاد وين كنا وين صرنا التي تعني انها لا تهزل وانها سعيدة جدا بما صارت عليه سوريا الان في حديث مع جريدة الفايس الاسبانية اكد زوج اسماء الاسد انه يشاركها سعادتها بما وصلت سوريا اليه وان اسبب سعادته تتجاوز الاطفال الى عموم السوريين الذين سيرون فيه بعد عشرة اعوام رجلا انقذ بلادهم ومع انه قد لا يكون عند اذن رئيسا الا اذا اجبره الشعب على تولي رئاسته كما حدث في المرتين سابقتين ان اوضاع اطفال سوريا تحسنت الى درجة يحسدون عليها وان النقل الهائلة التي انجزوها ترجع من دون الشك الى ما تهطل عليهم طوال عامين ونيف من برامل متفاجرة وصواريخ فراغية وقنابل عنقودية تنفيذ لأوامر زوجها الذي قدر في حديث صار شهيرا عدد الارهابيين السوريين ببضعة ملايين وتعهد بالقضاء عليهم واعلن انه لن يوقف برامله وصواريخه قبل الاجهاز على اخر واحد منهم ان بشر الاسد وبطنته يتوهمون ان مرور عشرة اعوام سيكون كافيا لجعل السوريين ينسون انهم بحاجة الى مئة عام كي يسامحوه على ما فعله بهم بينما تقول كلمات زوجته ان عدوى الغربة عن الواقع اصابت زوجته التي لا تجد في حياة اطفال سوريا ما كان يجب ان يدفعها الى الموت كابا وحزنا عليهم وتشعر بالسعادة بسبب ما قالوا اليه من بؤس وهلاك وتدوس بقولها عن جدوى كنا وينصرنا وبالانتقال الى صحيفة مليات التركية نقرأ مقالا لسام كوهن بعنوان تركيا واتفاقية وقف اطلاق النار في سوريا يقول فيه الكاتب معبد اتفاقية وقف اطلاق النار في سوريا سيكون العالم باجمعه مشغولا خلال هذه الفترة بمراقبة مدى التزام الاطراف المتنازعة في سوريا بهذه الاتفاقية واضحون ان الجميع ممتن من تقدم الاتفاق لدرجة وقف اطلاق النار في سوريا لكن الجميع ايضا قلق جدا حول هذه الاتفاقية التي توصف بالمؤقتة ومدى التزام الاطراف فيها بوقف اطلاق النار إن أهم خصائص هذه الهدنة المؤقتة بالخطوط العريضة هو أنها تتضمن قسما من الأطراف المتنازعة في حين لا تشمل قسما آخر وتظل كيفية ومدى التزام الأطراف وتطبيق شروط هذه الاتفاقية التي تم تأويلها بأكثر من اتجاه خلال الأيام الأخيرة على أرض الواقع تحمل معها الكثير من إشارات الاستفهام وتراقب تركيا هذه الاتفاقية عن كثب لكونها اضطرت لدخول بالحرب في سوريا بشكل غير مباشر فوقف إطلاق النار في سوريا تطور من شأنه أن يفرح تركيا أيضا وبالمقابل هناك أسباب تدفع المسؤولين في حكومة تركيا للحذر تجاه هذه الاتفاقية لأن وحدات حماية الشعب الكردية اليابيغي ليست مشمولة بوقف إطلاق النار وذلك لأن لا أمريكا ولا روسيا ولا الأطراف الأخرى تتفق مع تركيا في تصنيف هذا التنظيم ضمن التنظيمة الإرهابية ويمكن أن يخلق هذا الأمر اختلافا كبيرا بين تركيا من جهة وأمريكا وروسيا وأطراف أخرى في الجهة المقابلة بخصوص التزامها بوقف إطلاق النار ويجب على تركيا أن لا تكون جزءا من المشكلة في هذه المرحلة الهامة من الأزمة السورية مرحلة وقف إطلاق النار إنما يجب أن تكون جزءا من الحليف السورية وختم حلقة اليوم مع جريدة عينب بلدي ومقال لأحمد الشامي بعنوان فاصل ونواصل ويرى فيه الكاتب بأنه لأوار مرة في التاريخ يتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين حالثين بوتين يتفق مع أوباما على وقف إطلاق النار في بلد ثالث لا يتحاربان فيه الروسي يقصف ويطلق النار وسيوقف النار في سوريا فماذا لدى الأمريكي ليوقفه؟ الأمريكي لا يقدم أي دعم لمن يقعون تحت قصف العدو الروسي وهو لا يطلق النار سوى على مواقع معزولة لداعش غير المشمولة بالاتفاق فأي نار هي تلك التي سيوقفها الرئيس الأسمر؟ الحديث عن اتفاق يفترض وجود خلاف في الأصل يتم حله عبر الاتفاق فهل هناك أساسا اختلاف بين الاثنين؟ من يظن أن السياسة الأمريكية تختلف في غير الشكل عن تلك البوتينية؟ يحتاج لمراجعة طبيب نفسي في أسرع وقت اثنان من أعداء أعداء السوريين يتفقان على وقف إطلاق النار ويستثنون داعش والنصر ومقرابين منهما بما معناه أن كل من يحمل السلاح سيبقى مستهدفا باستثناء الفصائل الماركسية الليلة وهي يا محاسن الصدف الميليشيات الكردية الصديقة للروس وأمريكا تقاسم الأدوار بين البلطج الروسي والمحتل الأمريكي يحقق مصالح الاثنين على حساب منافسهما وخاصة أن هذا التفاهم يتم على حساب المسلمين السنة وهؤلاء حائطهم واطي ودماؤهم رخيصة ولا ضرر من إيذائهم وقف إطلاق النار إن تحقق سيكون أشبه بفاصل المسرح بين فصلين أو كالوقت المستقطع في كرة القدم فرصة لاستراحة القتل بانتظار مجازر جديدة متى ندرك أننا كلنا مشاريع شهداء وأن الهدى والاتفاقات هي مجرد فواصل في المذبحة السنية المستمرة وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة